يشهد متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة إقبالاً كثيفاً من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لمشاهدة حوالي ستين تمثالاً وقطعة تم تصميمها من الرمال يعد المتحف هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال صفراء والبيضاء إقبال كثيفاً من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات يشهده متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة لمشاهدة حوالي ستين تمثالاً وقطعة تم تصميمها من الرمال المتحف يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء حيث تم نحته في سبعة شهور وباشتراك أربعين فناناً من ثلاث عشرة دولة طبعاً بالنسبة لإقبال السائحين هنا في الغردقة لدينا فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الصباحية بتضم أنه هو أكتر حي أنه هو الروس والفترة المسائية إنها مع جولات البلد CV بتضم عندها أنه هو الألمان والبولنديين وبعض المدن التشيكية برضو هنا على الصحف مصر والحمد لله في إقبال شديد كويس خالص وخاصة السياحة الألمانية في إقبال شديد ببعض الشركات السياحة هنا في الغردقة اللي بيستقبلوا خلال شهر أكتوبر ده أقصر من 45 ألف سائح المتحف يضم ستينة تمثالا لأبلهول والأهرامات وكيلوبترا ونيفرتيتي وإخناتون إضافة إلى شخصيات أسطورية وشخصيات كرتونية يعتبر كل الجسد اللي بيجي الجاردعة بيزور المتحف هنا بس من أكبر الجنسيات اللي بتنظم جروبات مجميع بالتحديد لأن فيه مجميع اندفيدول بتيجي 4-5 سبعين بس بالنسبة لجروبات بتيجي مجميع جروبات كبيرة بولندي، تشيكي، روسي هذا ويشجع متحف الرمال بالغردقة كل الزائرين على استكشاف ثقافات وفنون عدة عن طريق مجموعاته المنصقة بعناية